عندي نقطتين في منتقى الأهمية صحيح المباراة خلصت بمكسب وخلصت بفرحة ومش عايزة خش في تفاصيل كتير جدا لكن سؤال لابد من طرحه تفاديا لتكرار السيناريو لأنه واضح أنه مش كل حكم أجنبي مفترض أن يكون جيد وده أنا شفتوا مبارح في حكم المباراة البرتغالي نمرة واحد كان من المفترض يعني وأعتقد أنه من الطبيعي جدا لما يبقى فيه اتنين مديرين فنيين أجانب في الأجهزة الفنية لفرقتين بيلعبوا على بطولة من مباراة واحدة هو لقاء فاصل بيحدد مصير بطولة أنه تجنبا للشبهات يبقى جنسية الحكم الأجنبي بعيدة عن أي جنسية من جنسيات المديرين الفنيين وده ما حصلش فيه مباراة انبالح دي نقطة الأولى النقطة التانية على مستوى المباراة نفسها بقى الحقيقة يمكن أنا حسيت مش عارف الأحساس ده وصل لكم ولكن ده كان أحساسي شخصي أنه فيه تحامل كبير جدا من حكم المباراة على لعيبي الأهل وأنا مش هتكلم في التفاصيل الصغيرة يعني مش هتكلم فيه الإنذرات اللي ملهاش لازمة مش هتكلم فيه المخالفات اللي اتحسبت على أهلي وأصعب منها وأعنف منها ما تحسبش على نادي الزمالك لكن فيه حالتين الحقيقة أنا مش منتظر طبعا من الحكم بورتغالي الراجل جي حكم المباراة قبط فلوسه وسافر على بلده لكن منتظر من مارك لاتنبرج بما أنه هو صاحب الحق الأصيل فيه اختيار الحكم اللي هيدين المباراة أنه يوضح لنا رأيه في الحالات دي حالتين على وجه التحديد ويمكن معظم جبهين النادي الأهلي كان بتكلم فيهم ولقدر الله لو كانت انتهت نتيجة المباراة لشيء تاني أعتقد كان الحالتين دول تحديدا هياخدوا حيز كبير جدا من النقاش ومن التحليل ومن الأراء لأنه حالتين مثيرين للجدل بمعنى بمعنى الشك وصولا للشك يعني الشك في قرار الحاكم نمر واحد الكرة الأولانية بتاعة محمد عبدالغاني وحمدي فتحي في منطقة جزاء نادي طب ده الفول بتاع زكريا الوردي طبعا في بداية المباراة واللي خد فيها انذار وأعتقد انذار صحيح جدا كرة عبدالقادر طبعا يعني أنا ولو أنا مش عايز أعدي الحاجات الصغيرة دي لكن كرة عبدالقادر اللي خد فيها انذار أعتقد أنها حتى لو ما تحسبتش ضربة جزاء فأحمد عبدالقادر في الكرة دي ما يستحقش انذار لأنه حصل احتكاك بينه وبين محمد عواد أدى للسقوط وداخل منطقة الجزاء ده طبعا تدخل زكريا الوردي ومن الواضح كده انه زكريا الوردي اللي قال كلاتنبرج انه كان يستحق الطرد في مباراة سيراميكا كليوباترا واضح جدا انه هو لعب عنيف قصة مش خص التدخل قوي أو آخر لكن التدخل ده تدخل فيه بيتقال عليه في بعض الأوال تهور ولكن أنا بسوف انه عنف بدرجة كبيرة جدا كرة عبدالقادر ما اعتقدش انها كانت تستحق الانذار انذار علي معلول اللي خده هي كرة دي تحديدا كرة دي ممكن ما تبقاش ضرب الجزاء على فكرة يعني ممكن حكم يحسبها ركل الجزاء وممكن حكم تاني ما يحسبهاش وأنا هقول انه حتى لو ما تحسبتش ضرب الجزاء اعتقد انه عبدالقادر ما كانتش يستحق فيها انذار لانه حصل احتكاك بين محمد عواد وبين القدم اليسرى لأحمد عبدالقادر عبدالقادر نتج عنها سقوطه هل هو سقوط يعني متعمد سقوط في تمثيل لا في احتكاك حصل حتى لو لم يكن احتكاك مقصود بين محمد عواد وأحمد عبدالقادر ينتج عنه مخالفة تترجم لركلة جزاء هو الاحتكاك اللي بقول حضراتكم عليه رجل عبدالقادر الشمال في رجبة محمد عواد ممكن ما تحسبهاش ركلة جزاء لكن بالتأكيد هي مش انذار الانذار بتعالي معلول اللي كان فيه بيعترض على حكم المساعد اعتقد ده انذار مجاني طبعا يعني أنا قلوم على معلول طبعا تصرفه لكن في النهاية كان في حالات كتيرة جدا مفترض انه يظهر فيها الكارت الأصفر للعيب ينادي الزمالك بالمثل يعني اذا كانت دي بالنسبة لك مخالفة تستدعي اللجوء لعقوبة إدارية وتدي نتجاتها انذار فاعتقد ان فيها حاجات كتيرة جدا كانت أصعب واعنف من بعض اللعبين في نادي الزمالك كانت تستدعي انذار اللعبتين الاساسيين بالنسبة لي هي كورة حمدي فتحي في ال 6 يورد بتاعة نادي الزمالك اللي تلقى فيها دفعة واضحة وصريحة من عبدالغاني وما تحسبتش اي حاجة وعلى الرغم من انه عبدالغاني اساسا ما وصلش الكورة يعني ممكن نفهم انه احتكاك عادي لو عبدالغاني وصل للكورة لكن هو اللي حصل بالظبط انه عبدالغاني حرم حمدي فتحي من الوصول للكورة وما لمس الكورة وبالتالي اعتقد كان فيها بنسبة كبيرة جدا ركل الجزاء صحيحة للنادي الزمالك اللعبة التانية برضو داخل منطقة جزاء نادي الزمالك كلام طبعا انا ما بحسبش الحكم الحكم خلاص راح بلد ومالوش علاقة بينا لا من قريب ولا من بعيد انا بكلم هنا على لجنة الحكام ارايتها ازاي في احداث المباراة للواقعتين دول على وجه التحديد لانه ده يحدد لنا الدنيا هتكون ماشية زي بعد كده الواقعة التانية كرة علي معلول اللي احتاج فيها او اللي جاري فيها حاول فيها يلحق الكرة مع تداخل محمد عواد المسافة كانت بعيدة قوي بينهم المسافة كانت بعيدة جدا وكرة كانت بعيدة على معلول وكان صعب انه يلحقها لكن بص التداخل هنا بعد ما عواد استلم الكرة ومسكها خلاص وانتهت القصة وما اعتقدش انه علي معلول كان في الطريق انه هو يصطدم بعواد بص مادة الرجل دي بص تصدير لستادز ستادز بتاع حزاء محمد عواد في رجبة علي معلول اعتقد انه معرفش طبعا خبراء التحكيم ممكن يقولوا على لعبة بالنوع ده هل تحتسب ركل الجزاء ولا لا في حالات كتير جدا مشابهة شفت حكام ساحة بيحسبوا الكرة دي ضربة جزاء على حرس المرمو نتيجة مخالفة حرس المرمو وفي حكام تانيين لا لكن اعتقد انه التدخل ده كان يستطيع ايضا توجيه انزار لمحمد عواد وفي النهاية ده مجرد رأي لكن في النهاية يهمنا نسمع تعليق دي كرة بتاعت عبدالغاني هل هنا عبدالغاني لعب الكرة يعني هل النطة هل الجمب التيك اوف اللي خاده عبدالغاني في الهوى عشان يضرب او يبعد جسم حمدي فتحي في الكرة دي ممكن تعدلنا كرة تانية لو سمحتوا هل الجمب هنا بص عبدالغاني خاد تيك اوف مع حمدي فتحي هل حمدي فتحي او هل عبدالغاني نتيجة محاولته دي خاد الكرة ولا هو بس تسبب في اعاقة ومنع وصول حمدي فتحي للكرة في المنطقة دي وبالتالي دي تعتبر مخالفة بصوا من هنا الزاوية دي اوضح جدا ده مش كتف قانوني ده اعاقة واضحة وصريحة اللعب حمدي فتحي في الهوى وتدخل معاه وهو في الهوى عبدالغاني عشان يبعدوا عن الوصول للكرة وعبدالغاني نفسه ما وصلتش للكرة ولا لعبها وبتالي اعتقد ان دي كتراكل الجزاء صحيحة جدا للنادي الاهلي انا مش بحاسب لكن بقول مستنين تعليق على اللعبتين دول تحديدا قانون الكرة او لجنة الحكام بتشوف اللعبتين دول ازاي هل هم مفهمش اي حاجة هل هم لا يستحقوا عقوبة ادارية او عقوبة او عقوبة فنية انه يتحسب راكل الجزاء للنادي الاهلي عشان نعرف بس احنا مشين ازاي ونعرف احنا راحين على فين